بعد ظاهرة انتشار السلاح المنفلت في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تحاول الحكومات المتعاقبة يائسة حصر السلاح بيد الدولة آخرها قرار حكومي في الثالث من كنون الثاني 2024 بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار لشراء السلاح من المواطنين بواقع مليار دينار لكل محافظة بالستثناء محافظات كردوسان العراق في خطوة قوبلت باستهجان ولسيمن الأموال المخصصة لحصر السلاح أخذت من احتياطي الطوارئ الخطوة الحكومية جاءت بعد انتشار السلاح التابع للأحزاب والميليشيات في البلاد وزياد مظاهر عسكرة المجتمع وجود ما يسمى بالدكة العشارية وسط غياب الاحصاءات الرسمية بأعداد الأسلح المنتشرة خارج إطار الدولة لكن تقديرات أمنية تشير إلى أن تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح وإذا هذا العدد الكبير للسلاح شكك خبر أمنيون في أن تؤدي عملية شراء الأسلحة من المواطنين إلى القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت مؤكدين أن هذه الخطوة الحكومية ستفتح نوافذ جديدة للفساد عبر عمليات بيع وشراء تشكل صفقات ناشطون من جانبهم أكدوا أن الأجهزة الأمنية أضعف من ردع ما يحدث من جرائم يومية لإدراكها أن ميليشيات مسلحة ومكاتب سياسية وراء حامل السلاح تعتاش على الأزمات في البلاد وما مظاهر القتل والفوضى الأمنية إلا دليل على ذلك ووسط الانتقادات التي توجه للحكومة ووصفها بالضعيف في مواجهة ظاهرة السلاح المنفلت أقر مسؤولون في وزارة الداخلية بعدم جدوى خطة شراء الأسلحة من المواطنين كاشفين عن منح وزارة الداخلية خلال عامي 2021-2022 قرابة 90 ألف هوية حيازة سلاح للمواطنين وشيوخ العشائر المقربين من الأحزاب السياسية مساهمة في عسكرة المشمع في وقت لم تتضمن الخطة الحكومية أي شيء يتعلق بالميليشيات التي تمتلك ترسانة من الأسلحة المخزنة في أماكن غير رسمية داخل الأحياء السكنية الأمر الذي تسبب بانفجارات خلفت عشرات القتلى والجرحى ترجمة نانسي قنقر